السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم إلى هذا اللقاء موجة حار تجتاح مناطق الجنوب بحيث مصلحة الأرصاد الجوية قمت بإصدار نشرية خاصة تعلن عن ارتفاع لدرجة الحارة تفوق 48 درجة وهذا على مناطق الجنوب الغربي وسط الصحراء وحتى على منطقات الوحات وهذا ضمن تيارة جنوبية غربية سحب انتشرت هذه الأمسية على كافة المناطق الشمالية كانت أكثر كثفة على المرتفعات الداخلية مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار أمطار غير مستبعدة أقول خلال هذه الليلة على المناطق الداخلية دائما سحب موسمية من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتصلي لتشكل الضباب خلال هذه الليلة على المناطق السحلي فعليه مسلحة الأرصاد الجوية ترتقي بيوم الغد بعد التلاشيء الضباب وسحب السوف للكثيفة بالصباح على المناطق الشمالية أجواء مغشات السحب ستزداد كثفة على المرتفعات مرفوقة برعود منعزلة أثناء المساء دائما سحب رعدية موسمية من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتصلي أجواء مغشات على شمال السحراء إلى غاية مناطق الجنوب الغربي مع أجواء حارة أقول جو حار يوم الغد يسود مناطق الجنوب الغربي وحتى وسط السحراء إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي مع تطايل رمال بكثرة إن شاء الله خاصة على أقصى الجنوب وحتى على مناطق الجنوب الشرقي بإمكان هذه الرمال أن تلتحق على المرتفعات الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس أما عن درجات الحرارة ليلا إن شاء الله تبقى فصلية معتدة على المناطق الشمالية وتتراه ما بين 19 درجة كأدنى ميقياس إلى غاية 26 درجة وهذا على المشرين عامة والبيض 29 على بشار 31 على تين دوف نفس ميقياس على عين صالح 32 درجة وهذا على أدرار 21 على الثمن رسلات وجانت لتصل إلى غاية 35 درجة وهذا على حاسم سعود وورغلا أما عن درجات الحرارة القسوى يوم الغد دائما أجواء حارة جو حار سيسود المناطق الداخلية وحتى المناطق الصحراوية وكألم ميقياس أقول 49 درجة وهذا تحت ظل بإمكان تصل إلى غاية 50 درجة وهذا على كل من أدرار تميمون رجان عين صالح حيق الشاش وحتى على حاسم سعود وورغلا بسكرة والواد 48 على غرديا نفس ميقياس على بشار وحتى على تين دوف دائما فصلية معتدلة على المناطق الساحلية وتتروح ما بين 32 درجة إلى غاية 34 درجة لتصل إلى غاية 42 درجة وهذا كألم ميقياس على منطقة الأوراس أما عن الملحة والسيد البحري اليوم الغد بحول له بحر من هادئ إلى قليل اتراب خاصة على السواحي الوسطى والشرقية رياح ضعيفة أما عن درجة حارة مياه البحر تتروح ما بين 23 درجة إلى غاية 26 درجة على طول الشريط الساحلي أما عن وقت غروب الشمس على العاصمة وضوحها اليوم الغد بحوله لا سيكون في حدود ثامنة وثلاث دقائق ودائما لأكثر تفاصيل عن حول الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية تبقى في الخدمة شكرا على المتابعة والسلام عليكم شكرا على المتابعة والسلام عليكم شكرا على المتابعة والسلام عليكم